اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نهى عباده عما يضر أبدانهم وينقص أبدانهم أديانهم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ترك أمته على أمته على المحدث البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لنهى أمته عن كل مسكر ومفتر حفاظًا على صحتهم وحرصًا على سلامتهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلًا ويقول سبحانه الله الذي جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناءًا وصوركم فأحسن سوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ويقول عز وجل أيضا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة أيها المسلمون لقد كرم الله هذا الإنسان وفضله على كثيرٍ من مخلقاته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وحرم الاعتداء على حياته أو على بدنه أو على عرضه أو على ماله بغير حق ومن الاعتداء ومن اعتداء الإنسان على نفسه تناول مادة تضر بصحته وتسبب له الأمراض القاتلة كالذي يشرب الدخان فإن الدخان ثبت ضرره بالتواتر والتجربة وبالسهدات المختصين في الطب وأنه يورث أمراضاً قاتلة فمن تعاطاه فهو عاثم ومن مات بسببه فهو قاتل لنفسه فيجب على من ابتلي به أن يتوب ويستنقذ نفسه من خطره وكذلك حرم الله على الإنسان أن يعتدي على عقله بتعاطي شيء من المسكرات والمخدرات فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها معتصرها وحاملها والمحملة إليه وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر ومن الاعتداء على العقل تعاطي المخدرات التي تفسد العقل وتورث الخبالة والتخليط وتحول الإنسان من الصفات الرجولة إلى الصفات الأنوثة وهناك مخدرات من أنواع مختلفة الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالطيبات وكثير من الناس قد أخذوا لنفسهم عادات سيئة أن يشربوا هذه المخدرات والخبائش نصال الله لنا و الله من العافية وزدينا الله سبحانه وتعالى كيف كتملها أنه لم يجب من تخلق الوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أنه الأنهي له الأنهي أنك فتليه gained لأسها الأنهي أيها الم PRESIDENT لأسها الأنهي عندما يتشغل اخبئ فتليه الاية في الأنهي بعد أن الناس يحفق من العالم هذا كل أغلب الناس من الله ولكن الشخص عندما يحفق من العالم فهذا المشكل يتحدث في العالم على أن التجيب الدنيا ثمانية الأخرى 另外 الله تعالى قال اسم تأثير قص limit الوحش الخراب حمسانية الأخي وعلى التجيب الدنيس يومونونونونونون بحض المغلقة ليومونونونونون بحض المغلقة يومونونونون العاملون القطعق يومونونونون منها اتواقق العدو منها هذه المستقبل جبكة المددعة و المددعة مددعة في الأرجاء مددعة تكتابة و المددعة تكون هناك جميعهم حرام في القرنة المددعة في ال vulnerability لاحظنا التيyearها كلها إذاكت نحضر الأية والغاية ترجمة نانسي قنقرات 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 شيء جداً، خبائث، ومشارك، لذلك الله تجعل كل هذه حرام، وقال لنا أن نأخذ لن نأخذ أي شيء حرام، وكل شيء حرام نأخذ في نفسنا، ذلك حرام جيدة ، حلوئاً، وذلكي ح惜 أنظر وقوم بمتجنها في الأرض مناسب رب العرب من منذاعات قامت بشكل بأس المسائة، مما تخلص بشكل بخالي ، لا ترسل تخلصيك لا تشارع بشكل دوم بهذه الطائقة، لا ترسل تخلصي أيضاً، لا ترسل تخلصيك لا تشارع بشكل بشكل دوم تخلصيك تحصين حيث تخصين حيث تشوف تخصين حيث تشوف 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 تخصين حيث تحدث بلواتهم يحدثون وأحد أحد الأشياء قد يخلق من حيث تخصين هو الواضح أي أي طريق الواضحة حرامًا دفع وفي القرآن والسنة وفي القرآن والسنة فهو واحدة الشيطان لتصنع المساعدة في الناس لتأخذهم وفرقهم منهم في الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة الذين يشربوا في هذا العالم الله لن يشربه في الآخرة في الآخرة الأخرة سيكون للمساعدة ولكن هذا هو الآخول هذا هو الحلال الذي لا يشربه للمساعدة الذي يشربه في هذا العالم والسدن نضعه في جاننا هذا يعني انه لا يتم كانوا في جاننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الخمر فإنها مفتاح كل شر تفتح للغاية نظر accumulأ كل شيء خدمة كل شيء خط والشكل ما خطأ كل شيء خطأ وليس شكل للغاية كل شيء يرى باللغاية أنها مجموعة ببعضة نمر الأشخاص إلى الاختار. مجموعة على الم وعلى سبيل المؤسسة سيئة بخلص النوم المناطق من طبق المفيد الموضوع بمجرد من طبق المفيدة أو شيشة أو صبق المفيدة هذه الكتابة لكتبقية للحياة المتحدث عن السرخات السلخ والذي يجب أن يكون نفسه حراما ولكنه يتبع بشكل مباشرة لأسهل لأنه يجب أن يكون لذلك لذلك يجب أن يكون لذلك كل هذا يجب أن يكون لذلك أسهل بشكل مباشر في سيئة مما أحد الأنهاء قال أنه 7000 أصدقاء مباشرة يكون لذلك في المنزل and worldwide 400,000 cases of Mouth Cancer happened Out of these 7,000 diagnosed in UK more than 2,000 people die every year Those is more than death from any other cancers this is due to the late diagnosis and this mouth cancer is linked with alcohol consumption which as we say with any kind of drug shisha tobacco leaves smoking better not many other things the two-thirds of mouth cancer cases are linked to smoking tobacco tobacco leaves smokeless tobacco like shisha shisha use can increase the risk of developing mouth cancer by 15 times nowadays it was olden-day fashion nowadays is a new fashion of the shisha came shisha bar the recent kind of fashion attracted by many young people men and women you'll see some of them are even in this area as well drinking alcohol to access is linked to around a third of all cases those who smoke and drink both to access put themselves at risk by up to 30 times so these are the some of the addiction making people are causing destruction to themselves allah subhanallah said that you don't throw yourself with the destruction don't cause harm to yourself if this is causing you know death to yourself bringing your illness due to all this bad habit as if you have killed yourself which is haram which is major scene why people cannot leave this a bad habit an excuse I tried but I can't leave it I feel some kind of an abnormality comes until I take it yes this is the shaitan's business that's why they say all these are tool of shaitan to make this attraction to you you need to be some people are like they when this push come of their addiction they not delay they will obey that's why they are as if they are taking it it is their Allah have you ever seen the one has taken his desire as Allah to worship as his God he'll disobey his God his Allah but he'll obey his this bad addiction can you see what kind of heart what kind of crime it is so we have to slaughter our desire to please Allah we need to fear Allah we need to do Tawbah to Allah many people will ask how I can do Tawbah I tried many times given up and came back given up and came back yes of course I can wanted from you you need to have sober you need to have the firmness you need to have the fear of Allah you need to think you'll go to if you're thrown to hellfire Jahannam how difficult it will be to bear cannot you bear this little bit of pain of addiction that you have struggling sometimes this little bit of patience and struggle with your bad habit can bring something very good result to you that you'll be going to Jannah you'll get forgiveness of Allah so those who have been in this kind of bad habit don't become hopeless from Allah's mercy let us try first thing you start to cry to Allah you start crying to Allah part of the Tawbah to cry to Allah in the sujood you cry to Allah remember that scene cry to Allah Allah I ask your help Allah rescue me and then have though you know some sort of strength courage until people around you many people go to gambling believe me by going to the gambling is another addiction they have to go weekly or their routine wise to go to the gambling and they're destroying their family life so much unhappiness in the family life children are suffering his wife is suffering so because of gambling taking drugs taking alcohol all these social bringing your family life people around you you made their life in hell think all this Allah subhanahu wa ta'ala made it haram because all these causes your Akhara is destroyed and your dunya is also destroyed worldly life is full of suffering so giving up all these doing sincere Tawbah coming to Dean start reading the Quran coming to the masjid and making associating yourself with the good friends cutting off the relationship with all the bad bad friends who take you to the gambling who take you to the drug and alcohol cutting all the relationship with them changing your mobile phone number some people got another kind of addiction internet addiction they have laptop they have smartphone they have all these internet hours and hours their wife is complaining that children are not getting their attention and therapy from them because of these excessive use this is another kind of addiction although it is not similar like other one we mentioned but this also became a problematic situation for there are many people so this is subhanallah we need to fear Allah we need to we need to take a position that we consider Allah is our law we obey him we don't obey our nafs our soul that is taking our soul as Allah say it is a big crime let us brothers and sisters those who are already victim of all this illness make sincere Tawbah and cry to Allah and those you are finding your family member your children are all these please take initiative to help them to guide them take some kind of take some kind of take some of the people should suppose to be here with what kind of things causing the mouth cancer and all this wrong stuff which we consume and some of our people consume how to help them by knowing all this information providing it to them may some sort of feeling and realization could come in them and they may make Tawbah let us help each other of from this kind of bad habit may Allah subhanahu wa ta'ala give us Tawfiq Barakallahu liwa lakum filqur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyaakum bimma feehman al-Ayaat wa dhikr al-Hakim Ba'akulu qawlihada wa astagfirullah liwa lakum wa lisairi al-Muslimina minthul-Dhamd wa astagfiru wa atubu ilaih inna hu huwa al-Ghafu al-Wahim alhamdulillah ya hamdan kathiraan tayyban mubarakan feeh ya rabbuna laka alhamdu kama yanbagi li jalaali wajhika wa adim sultanik wa ashadu an la ilaha illallahum wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidina muhammadin abduhu rasuluh allahumma salli wa sallim wa barikala muhammad wa al-ali wa ashabi wa atbaihi wa man bi'a bi-dawati la yamidin amma ba'ad ibad Allah ittaquullaha haqqa tukatih wa la tamutun illa wa antum muslimun wa alamu anna ahsan al-Hadithi kitabullah wa khaira al-Hadiya hadiyah Muhammadin sallallahu alihi wa sallam wa sharra al-umur muhdafatuhah wa kulla muhdafatin bid'ah wa kulla bid'ahatim dalala wa kulla dalalatim finnaar wa alaykim biljama'ah fa inna yadallahi ma'al-jama'ah wa man shadda shadda finnaar wa sallu ala al-bashirin nadir inna allaha malaykatahui sallun ala nabiyya ya ayyuhaladhin aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallimu wa barikala abdika rasuluhu muhammad wa arduallahu ma'an al-arbaatul khulafaa jachidin al-mahdiyyen al-lazine qadawu bil-haqq wa bihikan yadiloon abibakar umar wa uthmana wa aliy wa an-sairi ashabi nabiyka muhammadin ajma'in wa an-il-lazine yettebionahum bi-ihsanin ila yawmiddin wa an-na ma'hum bi-ahmatika wa mannika wa karamika ahsanika rabbala alamin rabbana atina fi-lduniyya khasana wa fi-l-akhirati khasana wa qina'adab al-nar allahumma inna ka afuun kariyim tuhibul arfafafafan ayya kariyim ya hayu ya qayyumu bi-rahmatika nastaghif allahumma anzil alaikna ya rahmatika wa la tajana min al-qanitin allahumma an-sir ibadika al-msta'dahafin fi-kulli mkana allahumma an-sir al-maadzumun ibn ibadika fi-kulli mkana allahumma ahlik al-zalimina bi-zalimina allahumma dhammir kaydahum allahumma jal qaydahum fi-nuhurihim allahumma ianana ajalaka fi-nuhurihim wa na'udhi beke bin shuroorihim allahumma an-sir ibadika al-msta'dahafin fi-kulli mkana اللهم انصرهم بالنصر المبين اللهم احفظ دماءهم وارواحهم وممتلكاتهم وعرادهم يا رب العالمين يا قوي ويامتين يا رحم الراحمين ارحم علينا وعلى هذه الأمة يا رب العالمين عباد الله اتقوا الله واذكروه يذكركم واشكروه يذدكم ولا ذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوا